قال أحمد الدخيري المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لمنظمة الطباء بلا حدود العربي قال إن الوضع الصحي في سودان تدهور كثيرا بسبب النزاع وحذر من انتشار الأوبئة مع حلول فصل الخليف ما بالك بأن الوضع قد دهور حاليا نتيجة للحروب وعدم إمكانية الوصول إلى الأدوية بالإضافة إلى عدم وجود الامدادات الطبية بطريقة آمنة وتهالك النظام الصحي الحالي نعم أرى أن ذلك هو الوضع ونرى أيضا أن الزيادة الأمراض ستأتي في الفترة القادمة خاصة في الفترة الخليفة لا أحد يرضى بهم أكثر من سبعة ملايين سوداني هم الآن تحت ضربات صياط الجوع والمرض ما يبقيهم يتنفسون الصدقات والمساعدات الهزيلة فارون من جحيم المعارك يحاربون عبر هذه الطرقات اليابسة الطويلة أختار سوء التغذية والفيضانات ولدغات العقارب مساحات الأمن التضييق مع اتساع رقعة المعارك أكثر من مليون سوداني انتقلوا إلى البلدان المجاورة بقي أضعافهم في الداخل يتعرضون لضغوط مالية متزايدة بالتزامن مع ركود اقتصادي كبير تسبب في تعطيل معظم خدمات التجارة والنقل وإعاقة الزراعة ووقف صرف مرتبات عدد كبير من الموظفين النقص الشديد في تمويل جهود الإغاثة الدولية للسودان ضاعف الألم والوجع الأمم المتحدة تقول إنها لم تحصل سوى على 25% من المخصصات المالية المطلوبة هذا العام علاوة على ذلك كله تقف العراقيل في وجه عمليات تقديم المساعدات أبرزها عمليات النهب والروتين الحكومي وليس أخيرا انهيار الخدمات والأمور اللوجستية معركة السودانيين في وجه الجوع واللجوء والمرض مستمرة لا تتوقف تزداد الضراوة وحين تسكت حرب البنادق والمدافع يتحضر الجميع هنا لمعركة القهر ومحاولة نسيان مرارة الاغتراب داخل وطن ترجمة نانسي قنقر